اشتركوا في القناة وسط أزمة دولار سببها داخلي وأول حلولها في واشنطن العراق يعفي محافظة البنك المركزي ويعيد بمنع التهريب برلين تتلقى لوم الحلفاء لعرقلتها تزويد كياف بالدبابات وروسيا تصف أي محاولة لمس أصولها المجمدة بالسرقة عقوبات غربية جديدة على طهران وإيران انترناشنل تكشف المزيد عن خبايا حائط الصواريخ في سوريا وتتابعون معنا الليلة أيضا أربحوا عمالقة التكنولوجيا فقاعة فجرها التضخم والركود وأوضاع استثنائية ذهبت مع انحصار كورونا العراق في أزمة ديناره يتلقى صدمة وراء أخرى أمام الدولار والأسباب بعضها على أرضه والبعض الآخر على بعد آلاف الأميال لكن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني أكد إمكانية الحصول على الدولار لتغطية عمليات الاستيراد مستغربا اللجوء للسوق السوداء والنفى أن يكون ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد قرارا حكوميا مؤكدا أنه جاء عبر آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزية وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته جادة في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام ومنع التهريب وغسيل الأموال والمضاربة لكن تصريحات السوداني لا تلغي الأزمة التي بسببها أعفى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف أعفيا من منصبه وكلف علي محسن العلاق بإدارته بالوكالة نحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على أوجاع الناس واحتياجاتها لم يرتفع سعر صرف نتيجة قرار حكومي إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد تعامل مع الخطوات والآليات المصرفية الجديدة التي ستحافظ على أموال الشعب وهي خطوةٌ مهمةٌ على طريق الإصلاح الاقتصادي ونؤكد هنا على أولوية مكافحة جائحة الفساد فلا يمكن لأي جهد أن يتكلل بالنجاح طالما بقيت هذه الجائحة قادرة على الانتقال والانتشار في جسد الدولة لكن ما هي شواهد الأزمة؟ أزمة الدولار في العراق يكفي الانخفاض المشهود في قيمة الدينار مقابل الدولار نتحدث هنا عن نحو 10% طبعاً كل هذا بموجب تطبيق قواعد صارمة فرضتها واشنطن على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة وتفرد هذه الإجراءات على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الانترنت مع المركزي العراقي لتتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الغرض كما أعلنت واشنطن هو الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط قد تكون الإجراءات المطلوبة من واشنطن مفهومة لكن ما المشكلة في العراق؟ بحسب البنك المركزي العراقي فإن المنصة المتعلقة بطلبات الحصول على الدولار تطلب تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويلات مالية بما في ذلك المستفيدون النهائيون هنا تظهر المشكلة حيث يرتكب العملاء العديد من الأخطاء عند تقدمهم بطلبات للحصول على الدولار وحين تتم مراجعة البيانات واكتشاف الأخطاء يطلب من البنوك تصحيحها وهذا الأمر يستغرق الكثير من الوقت لا ننسى أن هناك محطتين لتنقيح البيانات البنوك العراقية ثم الجانب الأمريكي وتذكر وولستر جونل أنه منذ بدء تطبيق هذه الآليات تم حضر 80% أو أكثر من التحويلات اليومية بالدولار في العراق التي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام وبحسب محللين راجعتهم الصحيفة فإن العراق يعاني من صدمة لأنه سمح بتجاوز كثير من التعليمات المصرفية العالمية طوال عقدين من الزمن في كل الأحوال القرار الأمريكي قوبل باعتراضات كثيرة أهمها من رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني الذي قال إن القرار يضر بالفقراء وكشف عن إرسال وفد إلى واشنطن لمناقشة تعليق الآلية لستة أشهر لكن فلنعد إلى العراق وندخل أكثر في تفاصيل الأزمة مع منتظر الرشيد من هناك تشهد البورصات المالية المحلية في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة انخفاضا كبيرا في عمليات بيع وشراء الدولار على خلفية تذبذب أسعار سعر الصرف مؤخرا اقبال التجار لتمويل شراء بضائعهم على سحب كميات كبيرة من الدولار عن طريق السوق السوداء بعيدا عن البنك المركزي للتهرب من المساءلة القانونية والضرائب أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية البنك المركزي وللحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أكد أنه زود المصارف الحكومية بكميات كبيرة من الدولار وبأسعار رسمية لكن ذلك إلى الآن لم يفلح في كبح جماح الأسعار من بغداد منتظر رشيد العربية الأولا أزمة اقتصادية 100% وأكثر شي حرب على المواطن العراقي المسكين الفقير لأن تعرف المواطن الغذائية كلها بالدولار ونحن بلد غير صناعي وبلد غير زراعي كلها اشتيرادي فأكيد المواطن العراقي هو اللي يتأذى لوحيد المواطن العراقي الفقير هو يتأذى في هذا الموضوع صعود الدولار وذية كبرى عليه الأسباب السياسية طبعا واضحة أنه دي يصير تضارب بسعر صرف الدولار وهذه الارتفاع اللي دي يصير مثل ما تعرف البنك المركزي دي يبيع على 146.5 والسوق دي يحكمك أنه تبيع بسعر أعلى لأن السوق وسعر البورصة والمزاد العالمي دي يصعد فهذا السبب أنا أعتقد أن أرى تهريب العملة إلى خارج البلاد دي يأثر على هذا فأعتبرها عقوبات أمريكية على العراق معنا من لندن صادق الروكابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية أهلا بك معنا أستاذ صادق في العربية 360 ونريد أن نبدأ معك بتشخيص المشكلة هل الحقيقة كما قال السيد محمد شيع السوداني رئيس الوزراء بأن المشكلة كانت في الآلية التي تفق عليها بين البنك المركزي والمؤسسات المالية وبالتالي الإجراءات التي اتخذها ستؤتي أكلها نعم تحية لكم جزء من هذا الكلام صحيح هناك آلية أو منصة الانتثال الكتروني التي كانت تنصح بها الخزانة الأمريكية قبل عامين وليس الآن وحتى صندوق النقد الدولي كان ينصح بها لتمويل التجارة الدولية وما يزال يقوم بذلك بهذه النصيحة ولكن كانت المصارف العراقية ترفض الانتثال لهذا العمر لأن أغلب الفواتير التي يتم بموجبها استيراد السلع هي فواتير مزورة بحسب دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية التي أعلنت في تقرير أن حجم الضرر لسنة واحدة فقط كان أكثر من أربعة تريليون دينار بسبب تزوير هذه الفواتير الأمر الآخر أنه في اجتماع جرى في عمان أطلعت الخزانة الأمريكية مسؤولين في البنك المركزي العراقي هذا جرى في مؤخرة في ديسمبر تحديدا أطلعت الخزانة الأمريكية المسؤولين العراقيين الماليين على تسلسل أرقام دولارات وجدت هذه كانت مخصصة كإرادات النفط العراقي تذهب من الفدرالي الأمريكي إلى الخزينة العراقية وجدت هذه الدولارات عند تتبعها في دول مجاورة وجدت في إيران وفي دول أخرى وهذه الدول كانت عرضة وهي تحت العقوبات وبالتالي خلال لقاء السفيرة الأمريكية مع السيد محمد الشياع السوداني خلال عدة مرات كانت تصر السفيرة الأمريكية على ضرورة تجنيب أن يكون العراق منفذا لدول هي عرضة للعقوبات وهي كانت تلمح إلى إيران تحديدا ولكن سيد صادق ألم يكن هناك طريقة أخرى لا يتأذى فيها الفقراء بالعراق؟ يعني هناك تضرر كبير إن كان من الفقراء أو التجار الذين لم يراعوا في هذا الموضوع صحيح لو تم الامتثال إلى هذه المنصة وأعتقد أنها لمصلحة الاقتصاد العراقي هي لمصلحة الفقراء لأن أغلب أموال الشعب العراقي الآن تذهب إلى الخارج إلى دول مجاورة وإلى مصارف هي واجهات لهذه الأحزاب والدول المجاورة للعراق وبالتالي هي لا تذهب للفقراء وهذه الآلية إذا تم الالتزام بها تضمن أن تذهب الأموال عائدات النفط العراقي إلى الشعب العراقي ولا تكون هذه المصارف مجرد واجهات لغسيل هذه الأموال بس أستاذ صادق عندما نعلم بأن الاحتياط الفيدرالي رفض 80% من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية إلى الخارج منذ بدء التقييد أو بتنفيذ منذ بدء تنفيذ هذه القيود هل كل هذا غسيل أموال تهريب إلى الخارج؟ طيب أنا أعطيك مثال رقمي في العام 2015 كان سقف الاحتياط سقف البنك المركزي في استيراد استلع كان 75 مليون دولار تكفي لحاجة الشعب العراقي الذي كان وقتها 35 مليون نسمة خلال خمس سنوات فقط أصبح الرقم سقف البنك المركزي اللي نافذت في العملة أصبح 300 مليون دولار رغم أن الشعب العراقي لم يزداد عدده بهذه الكميات الضخمة وهذا الدليل على أن معظم هذه المبالغ هي ليست في حاجة الشعب العراقي وخلال اجتماع الخزينة الأمريكية مع المسؤولين العراقيين أطلعوهم على مثال بسيط قالوا لهم يوجد لدينا فواتير باستيراد مليون ثلاجة أو مليون براد بقيمة 4000 دولار لكل ثلاجة وبالتالي هذا رقم كبير على حاجة الشعب العراقي ولا ضرورة لاستيراده خلال فترة قصيرة هذا فقط رقم بسيط يعطيك ذليل على حجم التزوير الموجود في هذه النافذة نعم ابقى معنا سنستمع إلى العراقيين ماذا قالوا عن تأثير ارتفاع الدولار على العراقيين ثم نعود إليك سيد صادق هو كل شي صعد يعني حسا قوطية بيبسي من ربو عندك صارت ثلاثة بلف الصمون صعد الدجاج هو الدجاج يعني عادي صعد صار غلا من اللحن يعني كل شي صعد هي الدولة ما أعرف بشي تريد ما أعرف لأن هو أصلا التاجب يشتغل بضاعة بالدولاب فمن يكسب سعب الدولاب القطعة إذا كانت بدولاب نقول كان سعبها ألف ونص الدولاب من صعب ألف وستمائة هو صعب سعبها من قحة ألف وستمائة دينا فهي المادة أساسا هي سعبها دولاب فمن يزيد الدولاب سعب الصبف هو من واحدها يزيد شوف هي الدولار أثر على الكل كان سياسيا كان اقتصاديا حتى العام اللي بسيط أثر عليه المشكلة هي الدولار من ديسعد ماكو تعويض يعني مثلا نحن مثلا بضاعة نشتريها بالدولار فهنا لازم شا سوي لازم أشتري عراق أطي عراق أخذ دولار مكان ما تشنت أشتريه قبل على المئة وعشرين وخمسة عشرين نحن أشتري بمئة وخمسين ومئة وستين وداروا حسافر هناك على مداجب بضاعة جديد سيد صادق يعني رئيس الوزراء محمد شاع السوداني تحدث عن إرسال وفد عراقي رسمي إلى واشنطن لمناقشة تعليق هذا القرار أو هذه الألية لمدة ستة أشهر ما الذي سيقنع واشنطن بتعليق هذه الألية أصلا وماذا بعد الستة أشهر ما الألية المثلة التي ستكون لصالح العراقيين نعم أعتقد أن السيد السوداني عليه أن يعرض إلى الإدارة الأمريكية التزام العراق بالقوانين الدولية وأن يثبت لهم بالأرقام أن العراق ملتزم بمنع عمليات غسيل الأموال لكن أعتقد أن ما سيحدث خلال هذا الاجتماع هو أن الإدارة الأمريكية وتحديث أن الخزانة الأمريكية ستعرض له كيف بالدليل والأرقام أصبحت هذه الأموال تذهب بالفعل إلى المستفيد النهائي وأنها كانت سابقا لا تقوم بذلك وستسأله أيضا لماذا الآن امتنعت المصارف العراقية عن التزام بهذه المنصة طالما أنك تقول بأن المصارف هذه تستورد سلع وهي حاجة الشعب العراقي إذن لماذا لم تلتزم هذه المصارف إذا كانت جادة بهذه المنصة الإلكترونية وبالتالي تخدم الشعب العراقي صحيح بس في هذه الحالات طبعا جهات يعني بين قوسين تلعب أو تتلاعب بالسوق بدون شك وربما يزيد هذا الأمر سوءا لاحقا كما حصل في دول عديدة وكما يحصل في لبنان مثلا هل باعتقادك سيد السوداني قادر على ضبط هؤلاء عندما يحين الوقت أم أن الموضوع مرشح فعلا لأن يصبح أزمة كارثة اقتصادية ومالية كما حصل في لبنان يعني أنا أنا كنت أظن أن السيد السوداني سيخرج بتصريح يقول بأننا نلزم المصارف بالاعتماد المنصة الجديدة والابتعاد عن نافذة بيع العملة السابقة ولكنه قام بإجراءات يعني جانبية لا يعني تجابه الأزمة وبالتالي قام بتبديل المحافظ وكأن المشكلة هي بالمحافظ ولا ننسى أن هذا المحافظ هو كان أيام المالكي وكان مسؤول عن كثير من الفساد الموجود في نافذة بيع العملة وبالتالي إجراءات السيد السوداني لا يعني تجاري ما تطلبه الخزانة الأمريكية ولحد الآن هو لم يتخذ الإجراءات الحقيقية التي تعالج هذه المشكلة شكرا جزيلا لك أستاذ صادق الركابي مدير المركز العالمي لدراسات تنموية من لندن تحياتنا إليك شكرا وتتابعون معنا في العربية 360 أيضا عقبة قانونية أمام تصنيف أوروبا للحرس الثوري إرهابيا والحل قد يكون ألمانيا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد كشفت دراسة عسكرية عن نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي بسبب أوكرانيا الدراسة التي نشرتها وولستير جورنل ذكرت أن أوكرانيا استهلكت مخزون سبع سنوات من إنتاج أمريكا لصواريخ جافلن رقم كبير وأشرت الدراسة إلى أن مخزون السلاح الأمريكي الحالي غير كاف في وقت الحرب وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعاني من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكريا قريبا يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس قيادة الأسطول الأمريكي إن بلاده تعاني من تأخير في استلام الذخيرة وبينما تعاني الولايات المتحدة من نقص الذخيرة تعاني ألمانيا من انتقادات الحلفاء بسبب تأخرها في اعتماد الدعم العسكري لأوكرانيا بالدبابات وبالتحديد طراز ليوبارد لكن برلين دافعت عن نفسها وأكدت أن هدفها هو ككل المعسكر الغربي أن يتم تحرير الأراضي الأوكرانية الحرب في أوكرانيا مستعرة توازيها حرب أخرى بين قادة أوروبا في خضم معركة إرادة الجدل والاتهامات الموجهة لبرلين بالتقاعس عن دعم كييف على منسوبها بين الحلفاء الغربيين ألمانيا تنفي الاتهامات تارة وتقول إنها ليست حجر عثرة في طريق تزويد أوكرانيا بالعتاد في الوقت الحالي لم يتم طرح السؤال لكن إذا طلب منا فلن نقف في الطريق الدبابات مطلوبة ليس للتجول في الشارع بل ليدافع الأوكرانيون عن أنفسهم أفهموا مدى أهمية هذه الدبابات وندرك ذلك تماما لهذا السبب نحن مع جميع شركائنا في عملية المشاورات وتارة أخرى تدعو إلى التحل بالصبر بشأن قرار إرسال دبابات ليوبارد سفاي إلى الجيش الأوكراني فمصلحة برلين تتمثل في اتخاذ القرار بعناية لأنه قد يؤثر عليها يقول وزير الدفاع الألماني تردد برلين دفع بولندا إلى الإعلان عن تشكيل تحالف يضم البلدان التي تملك دبابات ليوبارد والمستعدة لتقديمها إلى كييف منتقدة ألمانيا على إضاعة الوقت سنتقدم بطلب الحصول على الموافقة من ألمانيا لنقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا وحتى لو لم نحصل على هذه الموافقة سنستمر في تسليم دباباتنا مع الآخرين إلى أوكرانيا تطورات تأتي في وقت تعمل فيه ألمانيا على حساب كل المعادلات وعدم التورط في حرب مباشرة مع روسيا الغاضبة تقارير ذكرت أن برلين لن ترسل دبابات إلى أوكرانيا إلا إذا فعلت واشنطن الأمر نفسه بلال البجديني العربية وينضم إلينا من كياف يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني أهلا بك سيد يوري فيما يخز حزمة المساعدات الأوروبية المنتظرة بخاصة الدبابات نتحدث والمدرعات كيف تخطط كياف لاستغلالها وما الضمانات التي يمكن أن تقدمونها كي لا يقع المحظور وتتطور الأمور إلى الأسوأ وهذه هي مخاوف ألمانيا بالتحديد مساء الخير وشكرا على الاستضافة إن الدبابات هي الآن أصبح تولوية قصوى للجيش الأوكراني لأنه في هذه المرحلة من الحرب نحن بحاجة لمواصلة تحرير أراضينا بما أننا بحاجة لمواصلة عمليات الهجوم المضاد الذي نقوم به وهذه العمليات العسكرية تحتاج للدبابات الثقيلة وقد طالبنا بالحصول على الدبابات لفترة من الوقت وكما شاهدنا في سابق من خلال منصات أخرى مثل نظم هاي مارس وكذلك المدافع والمدافع الهويتزر رأينا أنه بعدما تردد حلفاؤنا الغربيون اتخذوا القرار في نهاية المطاف ويجب أن نقر أنه بنسبة للمملكة المتحدة فقد تخذت القرار بإرسال دبابات من طراز تشالينجر وسمعنا أن فرنسا تنظر أيضا في تزويد أوكرانيا بالدبابات هناك نقاشات بهذا الشأن تجري حالي نأمل طبعا أنه خلال انشمال أخير في قاعدة رامشتاين قبل بضعة أيام نأمل أن تحالف الدبابات سوف يتم إنشاؤه من أجل مساعدة أوكرانيا ويجب أن نقر أن هذا التحالف لم ينشأ بعد وفي الوقت ذاته ثمت اختراقات كبيرة حصلت أثناء اجتماع رامشتاين بمعنى أن الجنود الأوكرانية سوف يبدأ تدريبهم على استخدام الدبابات ونحن واثقون بأن حلفاء الغربيين سوف يتخذون القرار المناسب كما أننا واثقون بأن التخويف بالتصعيد هي استراتيجية خاطئة لأننا نتعامل مع بلد إرهابي وإذا راغبنا في تجنب التصعيد هذا يعني أن أوكرانيا تحتاج الحصول على كافة الأسلحة التي نطالب بها حتى نستطيع هزيمة روسيا على أرض المعركة ونستعيد السلام سيد يوريساك أنا لينة بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية بالأمس فقط قالت أن حكومتها لن تمنع بولندا إذا حاولت إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا اليوم عندما وصلت إلى بروكسل يبدو أنها أحجمت عن إعطاء تفاصيل وكأنها كما فهم البعض تتنصل عن ما ورد بالأمس لم تكشف إذا كان هذا هو قرار الحكومة أم لا ما الذي وصلكم من البولنديين المتحمسين طبعا لإرسال ليوبارد ولكنهم بحاجة إلى إذن من ألمانيا ما الذي وصلكم منهم تحديدا هل سيرسلون هذه الدبابات قبلت ألمانيا أم لم تقبل وهل تكفيكم إذا أحجمت ألمانيا عن فعل ذلك بداية أود أن أقول أنه غير ملائم بالنسبة لنا أن نعقب على سياسات وقرارات داخلية لحلفائنا في البلدان الغربية نحن نتفهم أن بعض البلدان في أوروبا هي الآن مستعدة وقد قالت ذلك مستعدة لتزويد هذه الدبابات إلى أوكرانيا بما فيها بولندا التي عبرت على رغبتها في تزويد أوكرانيا بدبابات لابد حتى وإن رفضت ألمانيا إعطاء الإذن بذلك وسمعنا من ألمانيا أن هناك مناقشات إيجابية جارية بشأن هذه الدبابات وأنه في نهاية الأمر أوكرانيا ستحصل على الدبابات ويجب أن ندرك أن في أوروبا هناك ألف دبابة من طراز ليبارد وهذا العدد كبير مقارنة بما نطالب به فنحن في أوكرانيا نريد من هذه الدبابات أن تلعب دور يغير قواعد اللعبة ونحتاج 300 دبابة وما هذا إلا جزء من الدبابات الموجودة وعلينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها آلاف من دبابات آي برامز التي تهمنا أيضا ولكن هناك بعض الملاحظات بشأن اعتبارات الوقود وسمات هذه الدبابات لكنها فعالة للغاية ونأمل أن هذه المناقشات سوف تفضي إلى تلقي أوكرانيا الدبابات التي تطالب بها ونحن نريد فقط 300 دبابة ولكن إذا أعطت البلدان أرقام مختلفة فنحو سنتمكن بجمع جيش من الدبابات من أجل القوات الأوكرانية شكرا جزيلا لك يوريساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني من كييف تحياتنا إليك ومن الصراع العسكري إلى صراع آخر سيظل في صلب المعركة بين روسيا وأوكرانيا حتى لو أجل لما بعد هدوء المعارك الحديث هنا عن حرب الأموال والذي تبدو فيه روسيا تحت الضغط أكثر من خصمتها الأوكرانية بالتأكيد فمستوى الصراع بين الطرفين تجاوز حدود فرض العقوبات وتزويد كييف بالأسلحة بل امتد إلى حد التفكير في استخدام الأموال المجمدة الفكرة طرحت من جديد على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي حث زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي الغاية من استخدام هذه الأصول إعادة أعمار أوكرانيا بعد الدمار الذي تعرضت له من خلال الحرب المتواصلة على أراضيها والجديد في مقترح المجلس الأوروبي استثمار أرباح هذه الأصول وليس الأصول بذاتها الأصول الروسية في البنوك الأوروبية والأمريكية أيضا هي أصول مجمدة وليست مصادرة وهنا يتجلى العائق الأساسي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي فالتجميد يعني أن الأصول والممتلكات تعود إلى أصحابها بمجرد رفع العقوبات من قبل الدولة التي فرضتها في المقام الأول أما مصادرة الأصول فهي عملية أكثر تعقيدا وتتظلب الحصول على إذن قضائي بعد إثبات أن هذه الأموال استخدمت في نشاط غير قانوني ويبدو أن الاتحاد الأوروبي على دراية بهذه الإشكالية وهو ما يمكن تفسيره بسعيه لاستثمار الأصول وليس الاستفادة منها بشكل مباشر على أي حال فإن الفكرة ليست بالجديدة حيث طرحت من طرف أرسولا فوندرلين رئيسة المفاوضية الأوروبية وجوزي بورري الممثل الأعلى للسياسة الخارجية وهم الذين أكدوا سابقا على ضرورة التفكير في الموضوع بشكل جدي الأمر كذلك في الولايات المتحدة حيث كانت وزارة العبل الأمريكية أكدت أن واشنطن تعتزم البدء في نقل الأصول مصادرة من روسيا لصالح أوكرانيا وفي حال التصرف في الأموال الروسية فإن ذلك سيشكل سابقة داخل الاتحاد الأوروبي لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية فواشنطن تتحكم في أصول بمليارات الدولارات مملكة للمصرف المركزي الأفغاني وذلك لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر ألفين وواحد ولتأمين مساعدات إنسانية للبلاد وهو المثال الذي يستند إليه المدافعون عن الفكرة داخل الاتحاد الأوروبي غير أن بعض معارضي الفكرة يخشون من أن تؤثر سلبا في السمعة المالية للاتحاد الأوروبي لسيما فيما يتعلق بالاحتياطات الأجنبية كما أن هذه الخطوة تتعارض مع القوانين الأوروبية وهو ما أكده وزير الشؤون الاقتصادية السويسري غاي بارميلان الذي شدد على أن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكا للقانون هذه كانت المواقف الأوروبية راوية التي استعرضناها وتبدو فيها النية واضحة لكن من دون وجود آلية للتنفيذ فماذا عن الموقف الروسي؟ الموقف الروسي طاهر لن يكون متساهلا بالتأكيد إنها سرقة بهذه الكلمات ردت موسكو على المقترحين الأمريكي والأوروبي بالاستلاء على الأموال الروسية المجمدة المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف اعتبر أن الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سرقت بالفعل وأضاف أن سرقة ممتلكات روسيا في الخارج تنتهك جميع القوانين والأعرف أما بنك روسيا فقد بدأ أكثر واقعية معتبرا أن فرص الدول الغربية في إعادة الأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات منخفضة للغاية موسكو أكدت أنها لن تقف مكتوفة حيال أي إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي رئيس البرلمان الروسي فياتسلاف فولودين دخل على الخط محذرا الدول الغربية من مصادرة أصول روسيا كما قال إنه في حال مصادرة الأصول فإن لروسيا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الدول التي ستتخذ هذه القرارات هذا الاهتمام بالأصول الروسية يعكس قيمتها الضخمة فوفقا للأرقام المعلنة من الاتحاد الأوروبي فقد تم تجميد حوالي 300 مليار يورو من احتياطات البنك المركزي الروسي وذلك في إطار العقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا كما تم تجميد 19 مليار يورو من أموال الأوليغارش الروسية إذن المتحدث باسم بوتين يقول إن على بولندا ضمان موافقة المستشار الألماني قبل إرسال الدبابات لأوكرانيا يعني صلب فحوى سؤالنا قبل قليل ليوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني لأن تصريحات أنالينا بيربوك كانت واضحة بالأمس بأن ألمانيا لن تعارض ولكن اليوم يبدو أنه لم توضح إذا كانت الحكومة كلها موافقة على ذلك إذا كان المستشار شولتس موافقا على ذلك أم لا نتابع في الملف الإيراني هذه المرة حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف عشرة أفراد والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري وأضف البيان أن العقوبات شملت نائب وزير المخابرات الإيراني وأربعة من قادة الحرس الثوري وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت مسؤولين عن القمع في إيران والجهات التي تمولهم متهمة النظام الإيراني بالاعتماد على المحاكمات السورية والإعدامات لقمع الشعب العقوبات لم تكن أمريكية فقط وإنما أوروبية فالاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات رابعة على إيران استهدفت مسؤولين كبار في قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري وحضى الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على وقف الحملة العنيفة على الاحتجاجات السلمية والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أوروبيا أيضا أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جاتب بارل أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية من دون صدور حكم بالإدانة ضده من إحدى المحاكم الأوروبية بينما تتحدث تقارير عن قضية واحدة تختصم الحرس الثوري وتنظرها المحاكم الألمانية هناك العديد من وجهات النظر حول ذلك لكن لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب دون قرار قضائي قرار المحكمة أولا فلا يمكن تصنيف أي شخص بسبب كره له لذلك يجب إصدار القرار عندما تقر دولة أوروبية حكما رسميا بناء على أسس قوية حينها يمكن العمل على المستوى الأوروبي وينضم إلينا من بروكسل مراسل العربية نور الدين لفريدي أهلا بك معنا نور الدين يعني حزمة عقوبات أوروبية أمريكية هي الرابعة منذ بدء العملية العسكرية عفوا منذ على إيران فماذا عن التفاصيل هذه الحزمة الرابعة تشمل 18 مسؤولا إيرانيا وعشرين كيان من بين المسؤولين أكثر من خمسة هم جنرالات تابعين للحرس الثوري أو من قادة للحرس الثوري في يقودون قوات عدة يعني يعطيك أمثلة كادم أحمد رئيس فيلخ كربلا في الحرس الثوري الإيراني أحمد عظيم رئيس قسمي أو ثكنتي أو مقر النجف الأشرف في الحرس الثوري الإيراني عباس مرتدي نائب قادة للحرس الثوري الإيراني وبالتالي قيادات عليا في الحرس الثوري الإيراني أدرجت في قائمة هذه الحزمة الرابعة الأمر نفسه بالنسبة للكيانات و19 كيانا أغلبية هذه الكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني هذه الحزمة الرابعة بمعنى أن الحزمات الثلاث السابقة في أكتوبر في نوفمبر في ديسمبر والآن في يناير بمعنى أن هناك اتجاه تساعد لهذه العقوبات الأوروبية ضد إيران وهذا الاتجاه سيتواصل مثل ما أكد جوزيب بوريل لأن ردا على قمع إيران أو إمعان النظام الإيراني في قمع شعبي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي قال ظهر اليوم أن هذه الحزمة الرابعة هي رسالة واضحة في اتجاه النظام وفي اتجاه الشعب الإيراني من أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي طبعا هذا ليس الجانب الوحيد في هذه العلاقة المعقدة جدا الآن بين إيران والاتحاد الأوروبي لأن هناك مسائل تتعلق بدعم إيران روسيا دور إيران المزعزة ودور الحرس الثوري المخرب في تخريبي في منطقة الشرق الأوسط والخليج وتماما هنا نأتي إلى عقدة الحكم القضائي الواجب صدوره قبل تصنيف الحرس الثوري أوروبيا على قائمة الإرهاب وهذا الآن حديث رسمي هل ما يحكى عندك بأنه هو أو هي عقدة حقيقية أو عقدة يمكن العمل عليها لحلها بسهولة ولكن بحاجة إلى مزيد من الوقت أو أنها مجرد ذر الرماد في العيون بمعنى أنه ليس هناك نية حقيقية بسبب عدم وجود إجماع ربما على هذا التصنيف طالب يحلل الأوروبيين المسؤولين والدبلوماسيين القول إن الاتحاد الأوروبي يقوم على مبادئ دولة القانون وبالتالي لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصنف أو يتهم أي كان حرس الثوري أو أي كان من الحركات في العالم دون أن تتوفر أدلة مادية وأن هذه الأدلة ينظر فيها القضاء ويحكم فيها القضاء سواء تعلق بالحرس الثوري أو بأي تنظيم آخر في أمريكا اللاتينية أو في أفريقيا أو في الشرط الأوسط هذا مبدأ أساسي ولماذا؟ لأن أي إنسان أو أي كيان يحكم عليه ويعتقد له الحق في الطعن في هذا الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية فرضا أن ألمانيا أدرجت والاتحاد الأوروبي أدرج الحرس الثوري ولكن ذهب الحرس الثوري عن طريق المحامين وأكد أو قدم أدلة تقنع محكمة العدل الأوروبية بالعكس أن هذه المحكمة تأمر المجلسة بإلغاء هذا الحكم وبصحب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب حدث هذا بالنسبة لحركات في السابق حدث هذا بالنسبة لمجاهدي خلق عندما صنفوا في مرحلة تنظيم إرهابي في أوروبا وبالتالي هناك خيبة سياسية كبيرة وخيبة قانونية للمجلس إذا ما شككت المحكمة في صدقية قرارته ولكن هذه القاعدة هي قاعدة أساسية تتعلق به بالموضوع القوائم ككل هنا يبدو ربما نوع من التضارب بينما فهم الأسبوع الماضي وقيل الأسبوع الماضي وما قيل وما تمكننا من نقله دعنا نقول بدء من يوم الجمعة حتى الساعة بعجالة هناك تصريحات صدرت عن كبار المسؤولين وزيرة الخارجية الألمانية هنا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلين تحدثت عن دعمها إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة العراب ولكن الحقيقة أن السيدة فوندرلين عندما تحدثت هذا الكلام في منتدى دافوس لم تستجر رجال القانون في ديوانه وبالتالي وكالية الأنباء نقلت هذا الكلام تعاملت معه وسائل إعلام كأنه على أساس أنه خبر رئيسي ولكن هذا الخبر كان منقوس أو كان التعامل معه من دون نظر إلى الجوانب القانونية إذن كانت تصريحا سياسيا لم يلبي أو لم يراعي كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها قبل صدور مثل هكذا قرار واضح جدا شكرا جزيلا على كل هذه الشروحات والمعلومات مراسل العربية من بروكسل نور الدين الفريدي شكرا لنترك الملف تصنيف الحرس الثوري ونتحول إلى الجديد في أنشطة هذه الميليشيات الأساسية بالنسبة لسياسة إيران الخارجية فملف المشروع الإيراني للدفاع الجوي في سوريا لم يبح بعد بكل أسراره فبعد الكشف عن إفشال المشروع من طرف إسرائيل بدأت تتسرب معلومات أكثر حول خبايا هذا المشروع صحيفة إيران انترناشنل نبشت أكثر في خفايا هذا الملف لتكشف النقاب عن المزيد من التفاصيل البداية بالعقل المدبر للمشروع الإيراني حيث قالت الصحيفة إن داود جعفر أحد قادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني هو الذي أنشأ هذه الشبكة قبل أن يقتل في ظروف غامضة في سوريا شهر نوفمبر الماضي في عملية تهمت الطهران إسرائيل بالقيام بها ذراع الأيمن لجعفري لم يكن سوى فريدون محمود سقيي وهو قائد فرقة خاصة في الحرس الثوري تم تكليفه بإدارة جزء من المشروع فيما يتعلق بالجانب التقني فإن المهمة أسندت لأحد كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ويتعلق الأمر بجواد غافرية الذي طرد من سوريا في الخريف الماضي قبل أن يتم تعويضه بمحمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس تابع للحرس الثوري الإيراني تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب مساعدة من عناصر لها دراية أكبر من المنطقة وهو ما تطرقت إليه إيران إنترناشنل التي قالت أن ناشطين لبنانيين من حزب الله كان مقربين من جعفري عملاء في هذا المشروع كما أن عناصر الدفاع الإيرانية كانت تتلقى المساعدة من عملاء سريين على دراية باستخدام معدات حساسة للغاية في مجال الدفاع الجوي دون أن ننسى أن هذا المشروع تم بشكل مشترك مع قوات النظام السوري بهدف تمكين زرع نظام إيراني مستقل للدفاع الجوي من داخل سوريا ترجمة نانسي قنقر ماذا وظفت إيران تحديدا في هذا المشروع الذي صرفت من أجله عشرات الملايين تهران وفضلا عن سعيها يطهر نحو إنشاء منصة للدفاع الجوي قامت أيضا بمساعدة النظام السوري على تحديث مجموعة من الرادارات الخاصة به بغرض الكشف عن الهجمات الإسرائيلية ومنعها بشكل أساسي ضد المؤسسات الإيرانية في سوريا وشملت الأسلحة المشاركة في الجهود صاروخ صياد فور بي الذي يعمل بالوقود الصلب والذي تم الكشف عنه في نوفمبر الماضي وتم دمج القذيفة بمنظومة الدفاع الجوي بافار 373 والقادرة على كشف أهداف تبعد بـ 320 كم هناك تصحيح من رويترز للخبر الذي أوردناه قبل قليل ليس لخبرنا نحن لخبرهم هم يصححون لأنفسهم يقولون بأن موضوع بولندا دودا الرئيس البولندي هو الذي قال ذلك الكلام وليس المتحدث باسم بوتين لجهة ضرورة أن يدعم المستشار الألماني وزيرة خارجيته في موضوع تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا الموافقة على تسليم بولندا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا إلى بريطانيا يا طاهر حيث اختفى العشرات من الأطفال الأطفال طالبين لجوء غير المصحوبين بذويهم في بريطانيا في ظروف غامضة بينما تحدث شهود دعيا للغارديان عن تورط عصابات إجرامية اختفاء عشرات الأطفال من طالب اللجوء كانوا يقيمون في هذا الفندق الذي تديره وزارة الداخلية يثير صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والحقوقية في بريطانيا مع كشف تحقيق أن ما يقارب من ثمانين طفلا لا يزالون في عداد المفقودين واقعة تقشعر لها الأبدان بالرغم من التحذيرات المتكررة لوزارة الداخلية بأن الأطفال اللاجئين غير مصحوبين بذويهم مستهدفون من قبل الشباكات الإجرامية وربما يتم الاتجار ببعضهم بعيدا عن الفندق الذي يأويهم إنه أمر مروع وكأنه مشهد من فيلم لا تتوقع أن يحدث في أي مكان ناهيك في مكان معين هنا في المملكة المتحدة نحتاج إلى تأكد من أنهم في أمان وبصحة جيدة وتحديد مكانهم ومعرفة سبب اختفائهم حالات اختفاء أطفال اللاجئين التي وصفها أحد الموظفين مع شركة لحماية الأطفال متعاقدة مع وزارة الداخلية سجلت أيضا في فنادق أخرى ما دفع القيادة العمالية في مجلس بريطان إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل في الأطفال المفقودين لعدة أشهر ونحن نسأل إذا ما كان الأطفال في أمان وحصلنا على ضمنات بأن كل شيء على ما يرام ومن ثم بدأنا نسمع بإشاعات أن الأمور ليست كذلك وكشفت بيانات رسمية قبل أربعة أشهر أن 222 من طالب اللجوء فقدوا من فنادق تشرف عليها وزارة الداخلية وحينها اعترف المزراء بأنه ليست لديهم فكرة عن مكان وجودهم المعارضة انتقدت وزارة الداخلية لإخفاقها في حماية سلامة الأطفال أو قمع العصابات الإجرامية التي تعرضهم للخطر وطلبت بوضع ترتيبات جديدة لحمايتهم على وجه السرعة والكشف عن عدد المفقودين والإجراءات التي تم اتخذها للعثور عليهم من مدينة بريطن مصطفى زارو العربية والخارجية الأمريكية تقول الآن أن فنلندا والسويد جاهزتان للدخول في حلف النيتو مقونا معكم لنتابع أيضا في العربية 360 شوارع الصين التي كان بعضها يخلو من المارة عادت كما كانت لا مكان فيها حتى للمرة أهلا بكم من جديد تسريحات الموظفين في قطاع التكنولوجيا بالجملة مستمرة فما الذي حل بالقطاع؟ حتى وصل إلى هذا الحد ومع علاقة كورونا نتابع لن يصل المركب إلى أي مكان قبل تخفيف حمولته الزائدة ربما يلخص هذا المفهوم ما قامت به شركات التكنولوجيا العملاقة خلال الأسابيع الأخيرة من موجات تسريح بالآلاف طالت موظفين وحتى المتعاقدين لكن لا يمكن فهم هذا الفعل دون دراسة ما حدث في عامين غلب عليهما كورونا وتأثيره على سلوك الناس والشركات فجأة وجد قطاع التكنولوجيا نفسه في بؤرة الاهتمام والتركيز مع الإغلاقات التي عمت العالم وأبقت الموظفين والطلاب في منازلهم حينها تضاعف الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمول لتلبية معايير العمل عن بعد تضاعف معه حجم التسوق عبر الإنترنت مع توقف أغلب المحال عن استقبال الزبائن حتى التسلية أغلقت الملاعب والحدائق ليصبح الميدان الوحيد المتاح ألعاب الفيديو والأفلام لذا حين تضاعف كل هذا كان لابد لعدد العاملين في هذه الشركات أن يواكب الزيادة لكن الآن انتهت الإغلاقات وعدت الأمور إلى طبيعتها لتفكر الشركات في التأقلم مع وضعها الجديد فمع عودة الحياة إلى طبيعتها وتراجع الإيرادات كان لابد من التخلص من الحمل الزائد لكن أزمتين أخرين ظهرتا في الصورة الأولى هي التضخم واتجاه أغلب الدول لرفع أسعار الفائدة والثانية والتي تعد نتيجة للأولى وهي الركود التي بدأت مؤشراته في الظهور بمختلف الأسواق خمسون ألف موظف دفعوا ثمن ما حدث خاصة في شركات عمالقة التكنولوجيا أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا لكن الأخطر أن هذه الأرقام حدثت بينما لم يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود فقط طرق الباب جاسم محسن العربية نسعى إلى اتفاقات واضحة وملزمة في قضية المياه مع تركيا وإيران التصريح هو لوزير الموارد المائية العراقية عون عبدالله الذي أكد أن العراق لديه تصور عن حاجاته وواجبات الآخرين ويبقى الأمر متعلقا بالإرادة السياسية لدول الجوار لكن يطاهر بينما يجف دجل والفراط يفيد نهر المشكلات في العام الماضي فقط راوية شهدت ربع الأسر العراقية تراجعا كبيرا في محاصيلها الزراعية والعام الحالي قد يشهد المزيد إلى صورة اليوم الآن في نهار يوم جديد في سوق كاراتشي في البارد يكفيهم حطب أو ما تبقى منه لإشعال نار صغيرة تبثوا في أجسادهم المنهكة بعضا من الدفء لكن لن يطول الجلوس لأن هذه الجوالات تحتاج إلى من يحملها والشاحنات في انتظار من يشعل محركاتها يعلمون أنهم سينسون البرد حين تسخن عضلاتهم من الجهد وسينسون الاثنين حين يتذكرون الأفواه المفتوحة فيديو اليوم من الصين المغلقة قبل أسابيع والكل سيذهل اليوم مما يراح بالأمس فقط سجل نظام النقل العام أكثر من 17 مليون رحلة ركاب في أول أيام العام الجديد لا يوجد إثبات أكبر أو أكثر من ذلك عن أن الصين قررت في عامها الجديد أن تهرول وراء العالم وأن تهجر خوفها من كورونا هي الصدفة إذن في العام الجديد حسب تقويم الصيني هو عام الأرنب لازم الركض يعني ونركض نذهب إلى الزميل سهايف شرائر وأخبار الساعة سهايف مساء الخير مساء الخير أنا بالفعل أضحك من قصة العام الأرنب والركض يعني أنه هناك ازدحام وركض سريع مساء الخير عليكم وانا كيف الحال؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا